اهلا بكم لايف مع روحايم كل يوم اتنين من ستة لسبعة ودايما وجودي بقى حضركم بالنسبة لي ده اجمل وقت النهاردة هتكلم عن المشكلة الرئيسية زي وحن بتتكلم كل مرة هي السمنة لكن النهاردة هنخص بالذكر الناس اللي وزنها زيادة شوية السمنة البرحلة التانية المتقدمة والسبنة المفرطة تمام فالوقت سيبلي في ايدك اندهم وسوسو لو انت وزني كويس دهم سوسو ومنياضي عشان يجو inacي يسمعوا الحلقة دي عشان هنتكلم على السمنة الشديدة والسبنة المتقدمة والسبنة الدرجة التالثة مرحلة السمنة المفرطة والسبنة المرحلة التانية المتقدمة والناس اللي معديتها كبيرة واؤكلها كتير يعملوا ايه بدون تدخل جراحي رقم واحد هنعرف السمنة المرحلة التانية او التالثة دي ازاي تعريف البسيط البعاد باس انجدكس اللي هو معدل كتلة الجسم إن حاليك بنقسم وزنك بكيلو جرام على طولك بالمتر في اتنين مثلا لو وزنك 120 طولك متر وستة من عشرة مية وستين سنتي يبقى تقسم 120 على واحد وستة من عشرة في واحد وستة من عشرة الكلام ده حيساوي ستة واربعين فوق أربعين سمنة مرحلة تالتة يعني سمنة متقدمة أو سمنة مفرطة من خمسة وثلاثين لأربعين بسمها سمنة مرحلة تانية هنخص بالذكر الحالتين دول ليه؟ السمنة كلها سيئة لكن أكيد فيه بسيط وفيه متوسط وفيه شديد حني هلا بنتخص بقى بالذكر سمنة المتوسطة والشديدة لأن دول أكتر ناس بيعانوا من مشاكل مع المجتمع ومشاكل بسبب وزنهم النهاردة يريد تعذرولي في كلامي لأن الموضوع النهاردة بإذن الله لازم يتحل طيب إيه بقى المشاكل بتاعتنا بالنسبة للسمنة المتوسطة والشديدة وهكذا السمنة بشكل عام ما بيسبش حاجة كويسة في جسمك السمنة بشكل عام هتأسرع شكلك قدام الناس السمنة نجي بقى للمشاكل في الرجال بتقدي العقم طبعا غير ضعف القدرة الجنسية أساسا في السيدات بتقدي إلى ضعف التبويض ومراكز الإنجاب ومراكز الإخصاب المجهري أيما على السمنة ومشاكل بتحصل بسبب السمنة طبعا مشاكل العظام السباب الرئيسي الأول بها هو السمنة تمام؟ غير كده مشاكل القلب وكلسترول وربينا بعد أن نقول الجلوطات الممكن تحصل في القلب سبب كبير جدا منها هو السمنة عشان كده مفيش مصيبة ربينا بعد أن نقول هتحصل إلا لما نلاقي السمنة ليه هيد فيها طيب ليه الناس يعني بعض الناس بتعلموا معدل سمنة عالي زيادة عن اللزوم وهو مش عارف هو عمل إيه أنا عملت إيه عشان يحصل لي كده وابنه ممسوسو كويس وزي الفل وسوسو نفسها كويس وزي الفل طيب أولا في حاجة اسمها سمنة أطفال كل أب وكل أم بيسمعنا من دلوقتي ابنك هو صغير أنت اللي عامل فيه المشكلة إحنا كمصريين بنحب الطفل اللي هو كان يقول لنا في كلية يونج أدلت قعد يا ابني على الترابيزة معنا كل من كل الأكل حبيبي دا ليه الأكل بتاعه وليه مستوية الأكل بتاعته لا الواد لو مش خدوده حلوة كده وجميلة والله دا أكلته وحشة والله دا عدمان يا ماما هو يبقى صحوته كويسة دا الأهم فسمة الأطفال مشكلة كبيرة جدا ليه؟ لأن دي سمنة مرتبطة بعدد الخلايا الدهنية بمعنى أن الطفل دا من صغره عنده مخازن دهون كتير فبالتبعية أي وقت بحيا كلها وبنت حضرتك تروح أي فرح هي كان عندها سمنة أطفال بتحاول تخس أو ما تخسش هتروح تاكل قطعة جاتو تصحى الصبح زي دا كيلو واثنين وزميلها قاموا بالصفرة كلها وما حادش فيهم زي سمنة الأطفال سبب مهم جدا ثانيا السمنة دا من المفرطة بنجد بعض الأشخاص كان عندهم مشاكل صحية خلل الهرمونات من أحد أهم هذه المشاكل الناس اللي عندها ثيرويد الغودة الدريقية ومش دي وبس في بعض الناس عندنا عندهم مشاكل في عندهم قومة انسلين ودي برضو من الحياة المرضية بعض الناس عندهم مشكلة في الغودة السوبرارينال الغودة الفوق قذرية اللي هي بتفرز هرمون الأدرينالين هرمون دا غير أنه هو مؤثر في النشاط مؤثر برضو في الحرق عندنا ناس عندهم مشاكل في بيتوسر جلان ودي غده ماسترو بتأسرع جسم كله دايما بنجد ان مشاكل الغدد لاصحبها سمنة طبعا دي حالة مرضية واول خطوة لنا في العلاج هو ان احنا نعالج السبب طيب اليو يو افكت بقى من المشاكل الكبيرة اللي بتخلي شخص يروح ما يرجعش ايه يو افكت تخلت بسك اليو يو بتنزله انت بتنزل وتطلع تنزل وتطلع حرك اول تجربة في الداية عمل بلقتيها امتا وانا في تلت عدادي تالي تجربة تلت عدادي ونص تلت تجربة قبل امتا حتى تلت عدادي على ما تجيلك وهي في سنوية خاملة عملت خمس ست مرات دايت كل مرة بتنزل وترجع نزلت بالتلاتين وبالعشرين وبالاربعين في مرة هتروح كتير احتاجت انك كل مرة بترجع اسرع من الاول فاليو افكت بيؤدي الى سمنة وكتر فترات عمل للرجيم للأسف اول ما تبطل بتؤدي الى سمنة لدك ما كنتش عامل رجيم صح اغلب الناس معتمدة عن نت بكرة الصبح نزل الكيتو دايت الله ده نصح بيتي خست عليه جدا نمشي عليه يجي حد نصابين زي دايت كاراداي ما احترامي لكن ما فيش حاجة بتجي من ناحة الاتراك كويسة بصراحة تمام؟ الله ده ما حصلش وهو اللي ممس يوم المتقطع على الكيتو دايت وعمل الحاجة بتاعتهم يعني وهكذا الدايت عمره ما كان موضة فكونك ماشي ورا الموضة دي مشكلة كبيرة جدا بعد كده بنيجي المشكلة فعلا رئيسية هي الاكل بلاوعي مرتبط بالمناسبات ريح جنازة هتاكل خصاله في الارياف ريح فرح هتاكل حنة شايماء هتاكل نهاردة عقاقة انس هتاكل كل حاجاتنا مرتبطة باكل فده ارتباط شرطي في دماغك انت زعلان هتاكل انت فرحان هتاكل نازل تتمشي هتاكل يعني عمتل في بعض الناس لو بطلوا ضايت الرجل صاحب الكشك اللي فاتح تحت هيقفل تمام؟ بعض الناس عندها مشكلة ودي مشكلة مرضية فعلا بيصحى يفتح التلاجة ويأكل بالليل وفعلا بلاوعي ضمن المشاكل المرضية تمام؟ فعندنا مشاكل كتيرة جدا اللي بتعمل عندنا وضع السمنة العالي ده من المشاكل الكتيرة جدا دي ان حجم المعدة نفسه بيبدأ يكبر بيبدأ فعلا يكبر بمعنى المعدة قلنا لها حيز الحيز ده بيوصل معنا من 700 ملي ل 900 ملي ممكن يوصل كمان لتر الناس ممكن تجد المعدة عندهم لتر و 2 من 10 يعني هي فرقة معك 2 من 10 دول او الله هي فرق وفرق كتير جدا لو احنا نتخيل ان المعدة شيء stretchable شيء قبل للتمدد فبالتبعية كل ما تحط فيها بتقول لك كمان وبتاخد اكتر هنا في المشكلة هنا هي في المشكلة عشان كده السمنة بتجيب سمنة وحجم المعدة لما يبدأ يزيد مش بتشبع بسهولة طيب عملنا ضايت واحنا ليه يعني بنعمل ضايت ومع ذلك ما بتخسش ليه الموضوع بقى سيء ليه ضايت بتاعنا خصوصا مع السمنة مرحلة تانية وصينا مفرطة اوقات كتيرة جدا بيفشل في عمدنا التجارب السيئة السابق انت جاي محطم نفسيا بص يا دكتور انترقل خمسة اللي جيله وانا متفقى مع جوزي ولا مع بابا لو فشلت المرة دي انا هروح عام العملية انت في البتاية سبقت الوحش سبقت الوحش مش هتلاقي الحلو تجارب السيئة وسيطرتها لدماغك شيء سيء جدا ولازم تطرده من خيالك تماما تاني حاجة احباط الناس انت في بعض السيدات بالذات عشان اغلب عملاءنا من السيدات بعض السيدات بتخص عشان ارضاء لجزها بتخص ارضاء لخطبها بتخص ارضاء للكراش عادي جدا الرجالة اساسا بيشوفوا الست لما تخص بعد 10-15% بمعنى لو وزناها 120 كيلو لما تكسر الـ 15 كيلو يقولها ايه دا انت بدأ يبان عليك فهي اول 10 كيلو خستهم جزا ما قالاش انت برافو عليك بتحبط وترجع تاكل تاني بتجيلك سيدة طايرة من الفرح خصة عشان كيلو وتحولت جزها انسان موارف على فكرة انت ولا خصتي ولا زفت وشكلك زي ما هو تيجي تاني مرة بتعيط انا مش مكملة ضايت انا 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 فهنا في كرسة كبيرة بعض الناس بقى عندها مشكلة وبعض السيدات هي عاوزة تخص عشان مكان معايد عندها منطقة الارداف كبيرة عاوزة تخص على الارداف الكبيرة فبتخص بالخمسة والعشرة والخمستاشر بس الارداف ما نزلتش للمستوى اللي هي عاوزة ليه؟ لأن الموضوع نسبة وتناسب حديك لما حجم البطن يقل وحجم السادي يقل وحجم الدرعة يقل وحجم الارداف يقل هيفضل حجم الارداف كبير بالنسبة لبقى الجسم الموضوع نسبة وتناسب فحديك مستنية مكان معين هو اللي يقولك انت خصتي وهذا المكان هو اخر مكان حيخص فبالتبعية مش دايما هتحسي انك كويسة مش دايما هتحسي انك خصتي فبتبطل الرجيم تالت حاجة او رابع حاجة يعني اعدوا انتم براحتكم بقى الناس اللي عندها مشكلة اللي عنده ثيرويد اللي عنده مشكلة في الغداء الدرقية حدك عندك مشكلة ومع الاجتهاش او عندك مشكلة بتاخد الدواء غلط ادوية الغداء لو حالكوا عارفين لازم تاخدها وتقعد ساعة ما تكلش انا اخدت بالي كده في سيرفي بسيط ان في نسبة كبيرة جدا من الناس اللي عندها الغداء بعد نصف ساعة بيبدأ اياكل مع انه بتحزن الموضوع ده بعد ربع ساعة بيبدأ اياكل مش واخد باله وناس كتير جدا زهقت انا معاكم ان الموضوع مميل كنك عمدك حاجة بتاخد لها دواء العمر كله الموضوع فعلا مميل فيبطل ياخد الدواء فترة لأ ما تلومش اللي نفسك حالك مش هتخس والموضوع مش وزني وبس بقى هنا قابل يا عم مصيب كتير يا جدا هتقابلك في حياتك ربينا عبدا عندك عشان كده انك تحل المشكلة الرئيسية ده شيء مهم لو انت عمدك مشكلة مرضية خامس حاجة تخليك ما تخسش وتبطل دايت انك كذاب الكذب 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 تيجي للدكتور والله العظيم عاملت دايت تقرس عليها شوية ومن غير ما تضرب ولا تقهرب لا تضرب ولا تقهرب بتخر لوحدها هو يعني بدلت الغداء بالعشاء اصلا ايسي محمد بيرجع بالليل ولازم اكل معاه الساعة تاته والله العظيم معايا عينة لازم تاكل مع جوزها الساعة تاته بالليل حضريك منتظرة ايه حضريك منتظرة ايه طب هو ايه الموضوع الارجنت اللي حصل اللي يخلينا نوصل انك تاكل مع ايسي محمد الساعة تلاتة بالليل والله لو سيبت اياكل هيبقى منشكح وزي الفل فإنت بتكذب على نفسك انك مشي عضيات مظبوط انا معايا عيانة انا كنت بحذرة تاكل موز لفترة هو مش ممنوع في الضايت لكن الاسبوع دا كنت شفع تاكل موز لان الموزية فيها نشويات تعادل نص رغيف فحضرتك لما اكتبلك في اليوم تلاتة واربع ثمارات فاكهة اللي هو رقم مش قليل وتخديهم اربع عموز يبقى حريك اكلتين رغيفين عيش غير لانا كتبه فبتخيل انا ما ديها مسلا رغيف على مدار اليوم انا بدكوا فتراضا وهي كأن اكلت اتنين من ورايا يبقى تهدت رغيف على مدار اليوم وتستغرب هو انا ما خستش ليه طبعا هنا في مشكلة كبيرة جدا فما تكدمش على نفسك وما تكدمش على الدكتور لازم تلتزم بالتعليمات قبل كل ده وبعد كل ده مش بجيب رجيم من النات مش همو محمد خست وريني خست ازاي وانا همشي وركبها بقى زي الفل مش همو محمود خدددوة صحيح هيقتل الجزة وده بحي تعيالها بس هو ده بكويس اخد زيها مش هينفع ابدا كلام ده طيب في بقى مشكلة فعلا اللي بتواجهنا واللي احنا عاوزين نحلها النهاردة الجوع الشديد كل اللي بقدمة دي عشان النقطة دي الجوع الشديد تمام؟ خمسة أروش قشطة الجوع الشديد بعض الناس حاجة بمعدتها كبير بعض الناس فعلا ما تستحملش الجوع على فكرة الأكل ومتلاقي المعدة بيأسرع الهربون السيرتونين لو هو هربون السعادة اللي بيحصل معاكم على الشوكولتات فحظيك ما بتاكل بتيبي مبسوطة أي بل قدم بيأكل مود وبيتغير خاصة بقى لو أكل حلوة لو الحاجة متوصية بيك النهاردة فاتة ولا مساقعة ولا أنا حروحة تعالش مساقعة إن شاء الله فاتة ولا مساقعة ولا أي حاجة فلازم الموضوع معاك يحصل إيه؟ لازم الموضوع معاك يبوز بس مساقعة هاكونها ضايت ولو كل مرة جاية هاكونها إزاي ضايت خلاص؟ فبالنسبة لك الأكل بيغير المود بالنسبة لك الأكل حجم معدتك كبير فبالتبعية الأكل مش بيشبعك فبتدخل في مرحلة إنك بتنرفزه من الدايق من الضايت فجسمك لوحده بيرفض الضايت أنا مش هعمل الضايت ليه؟ عشان أنا جعان والأكل دي حاجة بيبسطني فاكرين أحمد حلمي في X-Large لما لمي الجماعة أنا بعمل كل حاجة بصعوبة مع هذا الأكل بعمله بمتاح السهولة وأنا مبسوط أنا مش هخص نهاردة عاوزي نقضي على الأسطورة دي وهقول لكم هنقضي عليها زي بإذن الله طيب إيه الحلول؟ رقم واحد ورقم ألف بتيجي له روحيم هتروحي فين؟ مين الصدر الحناني اللي هياخدك ويقول لك نعمل إزاي دايت؟ روحيم ده رقم واحد رقم اتنين ما تضغطش على نفسك في البداية مش لازم تخس في البداية لازم تحس إنك شبعان طيب يا دكتور ما انت بنفسك قدتني دايت وقلتلي استحميل أول أسبوعين آه ما ندرك دايت المعقول كونك مفتري أنا لازم ألمك بمعنى مش لازم تسغط على نفسك إن أنا عاوز عشرة كيلو في أسبوعين عاوز أخس زي يزميلي لعمل الجروحة لأ هتخس الطبيعي بتاع سنك وبتاع حركتك وبتاع مجهودك بتاع الشغل بمعنى أنا عمر مهد دايت اللي بنت فاضية ما عندهاش حاجة آسف يعني بتروح الجم ساعة ثلاثة كل يوم أو حد بيشتغل شغلة حركي زي واحدة سيدة قاعدة في البيت بتودي له أي وسلوة وليلة الدرس وديهم كل يوم وقسم حمد برجع الساعة ثلاثة بالليل فأنت في البداية لازم تاخد دايت مناسب ليك تضغطش على نفسك بالميزان في البداية لازم تتعامل مع دايت مناسب ليك تالت حاجة لازم نفكر فيها النظام اللي تواخذ فق مع حياتك بالنسبة لموعد النوم والصحيان تمام؟ وإنت تبدأ تطوع نفسك بالفضايت يعني أنا عندي كرسة وأنا مش مستوعب يعني إيه بني أنا مخفاش كمية الناس اللي بتصحى الساعة 2 و 3 و 4 العصر من النوم ويبدأ حياته الساعة 6 المغرب وينام الصبح حبيبي لو ربنا لو خلقنا خسفيش كنا رتحنا ربنا قال وجعنا الليلة اللباسة وجعنا نرماش مش بدخل آية القرآنية الكريمة في الكلام بتاعنا لكن ربنا ما خلقكش كده فأنت مش هينفع تبقى كده لازم تطوع نفسك عشان تبقى صح ربنا حاجة بقى وهي دي أهم حاجة أو خامس حاجة أنتم بتعدوا براحتكم الأكلات المشبعة لبنا نيجي نبدأ دايت ما حد حجم معدته كبير وحد كاسر عنده مرحلة حاجة اسمها سمنة مفرطة أو سمنة ومرحلة تانية متقدمة أو هو عارف أنه هو ما كانش بيشبع غير بتاتر غفع الفطار وزيهم على الغداء يبقى لازم يديله أكلات مشبعة زي إيه؟ الشياء الشفان والمشكلة مش كل شياء وشفان للأسف الحاجات دي بتتغش الشياء من الحاجات اللي شبهها قوي من السبسم ومكن تتخلط بحاجات تانية تمام؟ عشان كده بتجد بعض الأماكن ب120 جنيه برضو الشفان نفس القصة فيه شفان غامق وفيه شفان فاتح فيه شفان بالمكسرات فيه شفان درجة أولى ودرجة تانية لازم نجيب دايماً الجودة الكبيرة والجودة الأفضل عشان فعلاً تجيب النتيجة كويسة وإن شاء الله بإذن الله يوم اللي تتجاي هقول لكم الأماكن اللي ممكن نجيب منها الحاجات الكويسة تالت حاجة تمكن في الخضار بتاعك في الطبيق بتاعك إحنا اليوم ندخلش الخرشوف ممكن نبدأ نعمله بكذا شكل وأبوص رجليكو مش محشي ومش مقلي ومش محمر تمام؟ حمص الشام إحنا في الشكل حمص الشام والفشار من الحاجات المشبعة جداً وفايداتها وخيمات الغذائية عالية جداً يبقى إحنا كده تكلمنا عن حاجات مشبعة ممكن ندخلها في أكلنا من أسوأ الحاجات ممكن ندخلها الردة أو العيش السن لكن أوقات بنالجأ له أوقات بنالجأ له بعدين بقى لازم ناخد حاجات حارقة خلاص أنت كده كده هتاكل وكده كده غصباً عنك هتقوم وهتاكل كميات تبقى حاجات حارقة زي إيه؟ زي الربجة زي الربجة فروت ندخل لازمورلينة في الأكل بتاعنا لأي عم لازمورلينة هتدخل ليه؟ عشان تعاوض لك الأملاح والمعادن ما تحسش بهزال لأن احساسك بالضعف بيخليك تجري تفتح التلاجة أنا مش قادر أقوم أنا دايخ الضايت هو السبب لا إطلاقة ممكن انت كان عندك ضغط ووطي عشان انت عندك أنيميا فعشان كده الإسبرلينة 모든 حاجات المهمة يعني هي الإسبرلينة وبس التفاح الأخضر ملك الفكهة اللي بتخسس تاني درجة بعد الرمان جميل؟ الرمان هو ملك الفكهة لكن الإلتفاح الأخضر ملك الفكهة اللي بتخسس كل وما أكلتش البقدونس والكرافس كل وما أكلتش الكيوي من الحاجات الجميلة قلنا الربجة الربجة فروت الكيوي قلنا الاسبرلينة لازم تدخل معنا التفاح الأخضر من الحاجات المهمة جداً لازم تدخل معنا دي بمطال بساطة أنت لما تيجي تراجع الحلقة على قناتنا على اليوتيوب قنات الدكتور محمد روحيم وقناتنا على الفيسبوك قنات الدكتور محمد روحيم هتلاقي عندك لأ فيه احنا قلنا كل المشاكل وأغلب الحلول تمام طيب أنت دلوقتي عاوز طبعا لازم تقل بقى تقول أنا مشكلتي واحد وثاني وثلاثة وأنا قلت الحلول عاوز بقى الدايت مناسب لحضرتك وأنا عارف أنك قاعد مستني بروجرام الدايت المناسب لحضرتك عشان خاطر ينقلك من حالة السمنة وحالة الجوع الشديد لحالة إن وزنك بقى كويس فاصل قصير ونرجع مع بعض لتكلم في الحلول وبروجرام الدايت مناسب لكم بإذن الله دلوقتي هتلاقي كل منتجات جرين اسميل الطبيعية 100% على موقع جرين كير شوب على الموقع الإلكتروني www.greencareshop.com ادخل على الموقع واختار المنتج اللي ينسبك وحدد الكمية اللي انت محتاجها واطلبها أونلاين وتوصلك لحد باب البيت لتفاصيل أكتر عن منتجاتنا الطبيعية اتصل على 0122 40 509 أو زور صفحتنا على الفيسبوك Green Care Shop لو عايز حياتك تتغير وشكلك يبقى أحسن مما تتخيلي وبدون ترهولات أو دفوات يبقى لازم تتواصل مع عيادة دكتور محمد رحيم على رقمنا 010 138 35 311 أو بعتلنا رسال على واتساب 015 514 64 55 8 وإحنا نكلمك نرجع لكم مرة تانية وفقرتنا الجميلة فقرت الأسئلة بروجرام ونضيت أنا مش نسيه هنقوله في آخر الحلقة نتظروا عشان بروجرام حينزلك ويوكلك ويخليك أحصل حد في دينا كلها كانت من الأسئلة الموجودة على اللايف عمدنا على البيتج بيج الفيسبوك دكتور محمد رحيم أستاذة وحا كانت بتسأل على الجبن المكتوب عليها دهون نباتية وخالم دهون نباتية يا جماعة دهون النباتية اللي هي الزيوت يعني جميل دي دهون نباتية زيت العباد الشمس هو زيت نباتي زيت حبة البركة هو زيت نباتي الزيوت النباتية مش ركسه من عمل الشيطان لكن لما أجيب جبن مكتوب عليها خالي من الدهون النباتية هي قيمتها الغذائية أفضل بكتير لما أجيب جبن مكتوب عليها بها دهون نباتية أو مكتوب عليها إنها غير خالية من دهون نباتية أو فيها دهون نباتية تباقيباتها الغذائية أقل سعراتها أعلى فالدول النباتية مش ركسوا من عمل الشيطان لكن خلينا دول النباتية هي أفضل بكتير ضمن أسئلة أستاذة عزة هي قال سألتني على منتجين مش حادر أقول اسمهم على الهواء يا فندم لكن المنتجين أمان لكن المنتجين أمان وكهاجة تخديه منهم ما فيش مشكلة خالص أستاذة رحانة بتسأل على منتج من المنتجات السيليم هو المنتج ده ما فيش منه ضرر لكنه ضعيف ضعيف ليه؟ لأن كمية السيليم الموجودة فيه وليلة لكن فيه منه ضرر مفيش منه ضرر أستاذة رحانة الجنة صراحة الجنة برضو بتسأل وفيه جلسات الكريو ممكن تخصص البطن مع نظام غذائي معين طبعا بص يا جماعة الجلسات مهمتها الرئيسية الجلسات مهمتها الرئيسية هي ضبط الشكل الجلسات مش بتنزل وزن مفيش حاجة بتنزل لك وزنك إلا بروغرام الديت وبروغرام الرياضة ودايما الديت والرياضة اللي تيماشين مع بعض فأول الديت بيبقى تقريبا إن المطلوب مننا 45% دايت و45% رياضة النتيجة المحاصلة النهائية تعتمد على 45% نظام غذائي و45% رياضة و10% وسائل مساعدة اللي هو لو دواء والمشاريب والحاجات دي كلها فانت حرك بالناس كلها بتجري على 10% لو هو الدواء والمشاريب وبتنسك تسائل لما 45 دايت و45 نظام غذائي و45 رياضة بعد شوية ال45 بتوع الديت بيقلو يبقوا نفترض جدلت 35% والرياضة بتبقى 55% ولو 10% زي هم هم ما بيتحركوش على حطة إيدك بالتبعية طول ما أنت بتعملي دايت قدام منك الرياضة هو عام الرئيس دايت ويادة 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 ودايت اللي بتنين مقترنين لما نجد حل إنك بتعملش الرياضة وتخس حقول لكم عليه غير لك الحد لوقتي مفيش عشان كده أهلينا وجددنا وأبهاتنا ينصل طالع معاش الناس مجولة في البيوتها بيأكل إيه؟ قصرتنا الخبز هو ما بيأكلش أساساً لكنه مش بينزل عشان مجهوده هو أنت ان هو انتقى من مرحلة العمل لمرحلة المعاش خسر المجهود البصيجة كان مجهوده في الشغل هو كان مجهوده أكتر إيه؟ بيلبس وينزل وشغل يوعد على مقتر ويرجع الشوية دول كان محافظين عليه مجرد بيأنتهو بتحصل عندنا مشكلة كبيرة عشان كده الرياضة عنصر رئيسي ومهم أمو إيادة فضالي يا فندم السلام عليكم إزاك يا أمو إيادة عامل إيه يا فندم؟ هنا يخليك إزايا حضرتك يا فندم الحمد لله استيكول جد حضرتك منور الدين يا والله ربنا أعزك ده نورك يا فندم إحنا بنكفاء القصة لما بنشوف حضرتك ده من أدبك وزوئك يا فندم ربنا أعزك استيكول والله مشهيدين الدكتور محمد روحين الكرام اللي مسافح الدكتور بجد هو إنسان متواضع جدا وحد محترم جدا ربنا أخليك يا رب سلاميلي فندم بجد والله وأنا بس بسلم على حضرتك عايزة أيضة خال ودايما مدورانا بتصالك يا فندم دايما مشارفانا بتصالك يا فندم معنا أستاذي آيات فضالي آيات فضالي آيات فضالي لو سمحت يا دكتور أنا عندي السكر والدخط برس عايزة حزف طيب حديك بتاخدي إيه للسكر بتاخدي إنسرين ولا بتاخدي إراس لا باخد إراس وزن الكام يا فندم 90 طول الكام لا مش عارفة ولا يا طول الكام حديك قصيرة ولا طويلة يعني مش طويلة ولا قصيرة ووسط ووسط باللسبة لسيدات بيتكلم عن 160 سنتي فمتاح فحديك بتتكلمي إنك سمنا مرحلة تانية يعني تقريبا فلصها أو يعني سمنا مرحلة تانية في نقطق سمنا مرحلة تانية استني معنا لآخر الحلقة هلقول بروجرام دايت بس بيجي جاهزة كده ورقة وقلم عشان تكتبيه ورايا أو يبقي ممكن تخديه من على الجروب عام دي على الفيسبوك سيدة فاطمة اتفضلي ايوة اتفضلي يا فني سمع عليكم وعليكم السلام سيدة فاطمة ازاي حضرتك اهلا بسياتك يا فني بقول لي حضرتك انا عندي ستين سنة تباديك الصحة والعام وعندي ضغط وعندي ضغط وعندي اختونة جمدة وروحت للدكتور قال لي لازم تغيري مفصل وهو عايزة اخيرك بص يا فنم هو طبعا رأيي الدكتور العزام اللي كشف عليكي افضل من رأيي لكن كمرحلة اولى يعني تغيري المفصل دا اخر حابت فكري فيها ليه؟ انك بتحتاجي لما تيجي تغيري المفصل انك بتحتاجي قبل منه وزنك ينزل عشان تحافظي على المفصل او بعد منه وزنك ينزل فاتب التابعي يمين او شمال وزنك لازم هينزل تمام؟ فان شاء الله تابعي معي اخر خمس دقايق هقول program diet اه هو مش هتعرض لمرضى لمرضى الضغط ولا مرضى السكر هو بيتفصل يعني تقريبا واعتبر مناسب لاغلب الشريحة اللي بنتعامل معها هيبقى مناسب جدا لحلالك وحينزل الكويس بإذن الله طيب من ضمن الاسئلة برضو اللي كانت لدينا على البيتش استاذة ماها بتسأل على كابسولات الشاي الاخضر طبعا مش بنقول الاسم معين بتكلم بشكل عام بصوا يا جماعة كابسولات الشاي الاخضر افضل منك تشوف شيء اخضر لكن زي ما قلتلكم من شوية ان الدواء الادوية والمشاريب والمشروبات الحريقة دورهم 10% اه لو هتخديها بجانب الضايت مفيش مشكلة بجانب الضايت والرياضة طبعا مفيش مشكلة منها خالص لكن لو هتخديها لوحدها ومنتظر نتيجة واو اطلاقا يا جماعة ما تدوش الدواء اكتر من حجمه اتفضل يا فنم سيد عبدالجواد تفضل السلام عليكم وعليكم السلام اتفضل يا فنم اهلا بساتك يا فنم اول نبي يا دكتور انا وزني انا انا سن ستة وثلتين سنة دو بيضيك الصح يا فنم احساس تتحرك يا فنم دو ممكن تسمعني من موبايل او من تليفون ميك كيلو ميك كيلو انا طيب طولك كامي حاج طول مية مية اربعة وسبعين طيب اه اه حريكو تيستة وستين سنة بتعني من اي مشاكل صحية يا فنم والله كنت باخد كنت باخد علاج ضغط وعليك اذا لما يعني خسات شوية كنت مية وتلاتين وقيت لحد المية ومش عارفة انزلتاني طيب حجواب على حريك دلوقتي يا فنم حاضر السلام عليك يا فنم بالنسبة للحج عبدالجواد اولا في المرحلة العمرية دي لازم ناخد بالنا من نقص فيتامين دال ونقص الكالسيوم العنصرين دول مهمين جدا عشان ننزل ونكمل نزول نقص فيتامين دال ونقص الكالسيوم فنحتاجين نحلل الحاجتين دول فيتامين دال والكالسيوم ولو نقصين لازم ناخد لهم مكملات غزاية واللوضافة طبعا نتعرض للشمس قبل الظهر او بعد العصر ده شيء رئيسي وشيء مهم ونكون كشفين رجلنا او اي جزء من الجسم بحيث جسمك ياخد شمس بشكل افضل ففيتامين دال هيفرق جدا معنا فالمرحلة العمرية دي من الاساسيات اللي اهتمام بالحاجات اللي فيها كالسيوم ونقلل بقدر كبير جدا الدهون بمعنى لبن خال الدسم اه هو مش افضل حاجة فممكن ناخد نص دسم او بلدي ونشيل وشه مرتين جميل لكن الكامل الدسم ماينفعش اغليه وشربه عطول ماينفعش ممكن تغليه وتشيل وشه كده يعتبر نص دسم تقريبا او كمان تتربع دسم وكمان الجبن القريشي طيب بالنسبة لي في المرحلة العمرية دي لازم ناخد بالنا وحتى اصغر ان اي اكل بعد ازان المغرب في اي سعرات زيادة هيتخزن معك دهون فعشاك دايما تركز فيه يبقى كوبتين زبادي خير دسم وشوية خيار يبقى فشار بمعلاقة زيت واحدة بس حمص شام ولو معددك كويسة وضغطك ما بيعلاش ممكن تاخد كمان المياه بتاعته ممكن كمان تاكل التفاح الاخضر زي ما تكلمنا والكيوي ده الواحد دهفر اي جدا معك برضو في المرحلة العمرية دي بنجد ان العضلة بتضعف حريك لما تجتمسك دراعها بتلاقي الدراع مش بتاع زمان بمعنى المصل في حاجة اسمها تون العضلة ليها مقدار من القوة مقدار من القوة حتى في وقت الرسد في وقت الروحة ده بيبدأ يضعف فبالتبعية حرقها بيبدأ يضعف فحريك محتاج وانت في البيت كل ساعة لو تحركت رفسك خمس زي دي الخطوة العسكرية دي هيبقى شيء ممتاز بالاضافة انك محتاج على الاقل على الاقل كل يوم تمشي من الساعة متواصل كده واحدة واحدة جسمك حيقوم قبل من العضلة بتاعتك ما تشد وقبل من تأكد من لاقص كالسيوم ناقص الكالسيوم وبده من دال جسمك مش هيرجع ينزل زي الاوت بس كونك نزلت من 30% انت راجل بطل سيدة ماريا متفضل يا فنم السلام عليكم وعليك والسلام متفضل يا فنم ازاك يا فنم بس يا فنم بس يا فنم انا عايز انه فيك بسين للبشرة لو اي يا فنم حبوب يعني حبوب او اي حاجة ماو او حريك محتاجة حاجة بتخصصه جلدية لكن انا فنم تخصصي عليك سمنة فشكرا لك استاذة مريم لان حركت سؤالك برة خاصة يعني اياتي في فنم طيب استاذة راجية الفردوس بتسألني على بروجرام بتسألني على نوع دوا معين امش حاضر اقول اسم الدوا هو امان هو امان لكنه هنجز معنا مش هنجز طب انت ليه كل الادوية بتقول عليها الكلام ده لان فعلا فيه تركيبات مش اللي احنا متخيلينها الدوا اللي حريك بتسألي عليه ده هو بديل لمادة الاورلستات فيها مادة الشيتوزان مادة الشيتوزان ومادة الاورلستات الاتنين بيتشابهوا في انهما بيقاللوا الدهون اللي فيه الوجبة بالتبعية حاذيك لو اكلتي اكل من غير دهون انت كسبانة اكتر بكتير عشان كده بقول لحضرتك ان هو مش هو ده اللي حتحل معاك المشكلة المشكلة تطلب منك اه شوية حركة اه وشوية مجهود غير الضعية دايما الحركة والمجهود تقال على قلب الناس وهي دي المشكلة الكبيرة اللي لازم نلتزم بيها مادام صارت فضالي يا فندم ايوة رب لو سمحت انا عندي تلاتين سارة تمام يا فندم وانا بردح حاليا كنت اعلم ان انا عندي في وقت طيب في حاجات اشياء لأي حد بيردح لك الطفلة عنده قد ايه يا فندم الطفلة قد ايه الو عمر الطفلة قد ايه يا فندم شحرين وما البيدي التالت ليا ربنا خلوليك يا رب بص يا فندم بالنسبة للرضاعة في عندنا شوية حاجات مهمة جدا رقم واحد الميا احنا شتا والويسكندرية الجو فيها مش محتاج شربه ميا على الاقل شربتها تلاتر ميا ايه الفكرة اللبن عبارة عن سائل جوبه شوية حاجات فلازم في مياه تدخل عشان اللبن يبقى موجود لازم قبل منها بخطوة ناخد الفيتامين والكالسيوم اللي كرة بناخدهم وقت الحمل عشان خاطر اللبن يبقى كويس لازم ناخد حاجة اسمها شمر ونعناع نص معلقة شمر عليها نص معلقة نعناع عليها مياه تغلي يهدى واشربه تلات مرات في اليوم وناخد نص معلقة كامون عليها مياه تغلي عليها نص اللبنية تلات مرات في اليوم شربنا مياه كتير اخدنا الفيتامين اخدنا الشمر ونعناع اخدنا كامون ولمون نبدأ بقى نعمل بروجرم دايت بالنسبة لك المشكلة الكبيرة هو اكيد هتكون تلات طفل ليكي ولسه والده يبقى اكيد منطقة البطن فمنطقة البطن بتطلب معنا مع كل صلة ان احنا نعمل من خمسة لعشر عدات بطن كمرحلة اولى بعد كده الموضوع دا هيزيد بالضافة ان الحديث لازم تعملي رياضة في المنزل وافضل رياضة للست قلنا عليها مئة مرة هو الرأس حديك بروجرم كده سريع هنرتزم بيه في الكلام اللي قلناه اللي هو المياه تلاتة لتر والشمر والنعناع والكمون واللمون والفيتامين انك تبدأ ايومك بكوب لبن ممكن يبقى نص دسم لكن مش كامل الدسم ابدا كوب لبن مع معلقتين شفان ومعلقت عسل نحط هنا عسل نحط ضروري عشان انت فيدي نفسك والطفل بين الفطار والغدا هريك محتاجة الصلطة مع بضايا او صلطة مع جبن قريش او اي جبن لايت غداك يا فندم طبق صلطة كبير حط عليه معلقتين شية مطحونين لازم الصلطة فيها جرجير كتير هيساعدك في الرضاعة وكمان هيمنع حدوث انيميا طبق الشرب الرئيسي لأي واحدة بتردع وده شيء ما حدش يقدر يغفله لان الشربة بتساعد ان اللبن يبقى كويس فيها نسبة بروتين عالية بس طبعا لازم نشيل وشها بعصره عليها لمونتين وهناكل معاها بروتين ومعاها يا خمس معاها رزي يا خمسة مكارونا يا اما نص غيف بلدي بين الغدا والعشا لازم ناكل فكهة فيها كمية مية الرومان عمدك ممتاز البرطقان عمدك ممتاز وطبعا التفلح ممتاز العشا بتاعك خدي زبادي معايا خيار ومعاها ثمرت فكهة زيادة او خدي صلطة مع جبنة وثمرت فكهة او كبات لبن وثمرت فكهة الضايد ده بشكل سريع هيساعدك كتير زائد الحاجات قلتها في القود لو بحديش تكتبيه تابعي صفحتنا البيش بتاعنا على الفيسبوك اسمها دكتور محمد رحايا طيب احنا اخد اسئلة من اللي جاتين على البيع على الصفحة الرئيسية صفحة الفيسبوك طيب استاذة مونة بتسأل اتنين وتفين سنة بامشي ساعة في اليوم بروح جيم بس بتعالج بأدوية اكتئة بصي فانا ربنا يا ربي يديناتك للصحة والعمر اي ادوية اي ادوية نفسية يعني تقريبا ربع الشعب المصري دلوقتي بقى بياخدها بتؤثر على نزول الوزن اختلف نوع الدواء من نضيف اللي مش نضيف اللي هو بتأثيره عامل ازاي ترى تأثيره شديد ولا تأثيره بسيط لكنه هيأثر هيأثر مع الاسف تمنعك من نزول هتبطق النزول لكن اهلا مش هتمنع النزول عشان كده المشي اللي حليك بتعمليه ده فوق الممتاز برافو عليكي بس نصحت لكي نوعي شكل الرياضة الجسم بيحفظ الرياضة ما بالاسف ما بيخصش عليها مرة تانية يعني ايه بيحفظ الرياضة انا كنت بامشي لازم بعد شوية امشي وارقص يعني اعملي اللي اتنين طب انا هجيبلك وقت امنين فين بيبك عليكي قبل ما اتنامي ربع ساعة وعملي رأس شرقي بقى زومبا وتفرقلي يا عجبك زائد المشي اللي كنت بتعمليه بعد شوية ممكن ادخل معنا ايروبيكس تنوعي الرياضة بيفرق جدا معنا وطبعا بروجروم دايت يكون دكتور متابعك عشان خاطر حالتك المزاجية ما تقصرش سالبا واوعد بطلي الدواء من دماغك عشان رباني يبعد عندك ما تحصلكيش انتكاسك ام محمود اتفضالي يفنم السلام عليكم وعليكم السلام اتفضالي يفنم ازاي حضرتك كده الحمدلله يستكل انا دلوقتي بزني خمسة وتفين كيلو تمام يا فنم وطولي مية تلاتة وستين تمام وانا دلوقتي بيعندي سمنة اكتر في البطن والجناية تمام يا فنم هديكوب مخلفة كم مرة يا فنم ماشي وانا عندي انا بحب السوق ببنفسي مزدودة من الاكل سيدي الليل انجوع اكتر بالزبط يا فنم بعد اشارها الاكل العيش بالذات والسوق بالزبط يا فنم بالزبط يا فنم كونك بدأت اليوم غلط بالتبعية يعني لانيا صح اليوم الا ببدايته يا فنمم فبدايت اليوم بتبدأ بيه مش هقولك نستيقظ مبكرا وهو ياتمنى طبعا لكن لازم قبل الساعة 12 الظهر عشان اليوم ما تضربش مننا ولازم نفطر طب يا عم انا مش بحب الفطار بس عدم عدم تناول وكل واقبة الفطار جسمك بيعتقد نفسه صايم فبيدخل معانا من دايرة مفرغة حرق جسم يفكر نفسه صايم فتاكلي فهيفرز كمية انسولين كبيرة فتحرق الاكل اللي اكلته تحرق السكر اللي تحول من الاكل تحول كل جزء في الدم فالانسولين يحرقه فحذرك سكر كهبة فتجوعي فتاكلي جسك كفرة الانسولين كتير وهكذا دايرة مفرغة فضبطته هتيجي من اول اليوم تعاملي مع نفسك كمريض سكر يعني ايه خدي بس نشوياتك نشيات معقدة الصبح خدي سلطة رتصة مهروسة خدي نص الريض بلدي خدي حبوب كاملة عيش حبوب كاملة الصبح وحاولي باقي اليوم ما تاخدش نشويات هتلاقي جدي جسمك واحدة واحدة بدأ يضب حاسطك هبطانة وجعانة ومحتاجة سكر ضروري يما هتخنقي جوزك او هترمي الورد محمود مش شباك تمرية امضغيها واسيبيها في بوقك تمرية امضغيها واسيبيها في بوقك السكر بتاعها بيدخل الجسم طبعا من انسجة الفم السكر بتاعها بتاع التمرية بيمتص من انسجة الفم بيدخل الدم بسرعة مش هتدوب بسرعة هي هتقعد معانا شوية وفي الاخر التمرية سعارتها مش هتبقى عالية تمام؟ فابدأ يضبط يومك من اوله يوم محمود ام حبيبي تفضلي فنم لا معي كده كل اتفضلي ستكول انا عادة لازل بطني انا ازلها ازاي بقى حضرتك والدك قيصري قبل كده؟ اولدك قيصرية تمام كم سنة حضرتك؟ سبع وعشرين اولا سنك صغية ولده شيء ممتاز جدا حاجابة لحضرتك يفنم دلوقتي سنك صغية ولده شيء ممتاز جدا فلكن كنا يفنم ولدك قيصرية ضربت المشرة في عدد البطن بيضعفها من خمسين لستين في المية زائد ان هي اكيد طول فترة الحامل هي ضعفت فالعدلة بتبقى ضعيفة ودي لازمها التمرين زائد توجيه الاول رئيب دكتور جنب منك بيعمل الجلاسات على بطنك الجلاسات دي مهمتها ان هو يشد الجلد ويحاول يقلل من كمية الدهون الموجودة بين العضلة وبين الجلد فهنشتغل على حكتين مع بعض الجلاسات اللي هتشتغل على حكتين الدهون والجلد وكمان التمرين اللي يشتغل معنا على عضلة فللأسف حاجة واحدة مش هتنجز معك لازم حكتين مع بعض لان حجم البطن لما بيبقى كبير بالشكل ده بيبدأ بعد كده يحصل تراخل سنك صغير يردت الحقيق نفسك يا فنم بساذة نادية ففضالي يا فنم ايوه فأنا بيك يا فنم ازاي حضرتك اهلا بسياتك يا فنم دكتور كنت عايزة اتقال حضرتك سؤال فضالي انا كان وزني مية واثنين ونزلت دلوقتي بقيت اثنين وتمانين كيلو بس بقالي فترة طويلة جسمي واقف ما بيحرقش ماشي على نظام غذائي وبياخد علاج سنك وطول الكام يا فنم بس بقالي فترة طويلة الوزن ثابت ما بينزلش سنك وطول الكام يا فنم نعم سنك كم وطول الكام سني تسعة وثلاثين سنة وطولي يعني تمانين وستين طيب وحليك قلت دلي كنت بادية كم كنت بادية مية واثنين مية واثنين حاجاب على ساتك حالا يا فنم اولا برافو عليك حديك خاصة عشرين كيلو من اللي قلك ان جسمك ما بيحرقش وفيش حاجة سوى جسمك بيحرقش نقول ان انت بالنسبالك النزول بقى صعب ده التعريف الصح اولا فيه عندنا عوامل مش هقول يعني بين وبينك احنا عارفين السن مرحلة سنة اربعين اللي احنا مقدمين عليها ده بيقلل عندنا معدل حاجة بتاعت ربنا وفيها نزول الوزن بيبقى الصعب شوية لكنه ببننعش ثانيا يا فندي التارجت بتاعك الرئيسي ان حضرتك كنت تبقي خمسة وسبعين كيلو فمن البداية هادا فكريك تصلي خمسة وسبعين كيلو حضرتك تنو ثمانين ففضلك سبع كيلو عالتارجت فجسمك بيعاصلة جسمك اش عاوز لتارجت الرخمي هنا لازم حقق يعني كان لازم يعني لو كنت شفتك كنت هقولك بمعنى بمعنى في بني ادم بيوصل قبل التارجت بربعة خمسة كيلو جسم يوقف للأسف هوصل لمرحلة لو خص بعدها شكله هيبقى وحش جدا فكونوا كويس جدا يوصل على المرحلة دي بالنسبالك عشان ما تزعليش فيه سنة الاربعين وازك ما يزيدش مرة ثانية محتاجها فقلا تخصد خمسة كيلو ده رقم سهل جدا كونك بتعملي شكل ريضة معين وضايت معين لفترة معينة جسمك بيعتبره اصلب حياة فلازم ارجع عامل ضايت مختلف الضايت اللي حنقوله النهاردة مش ملاسب ليكي مع الاسف لكن نرجع للضايت للحلقة اللي فاتت موجود على البيتش بتاعتنا على الفيسبوك هتلاقي الضايت كان ملاسب ليكي بتاع الحلقة اللي فاتت الاثنين اللي فاتي فان السيدة عفافت فضالي استقل ايه السلام عليكم وعليك والسلام اهلا بك يا فان لو سمعت يا دكتور مرحيم انا دلوقتي عندي مية وسبعة كيلو وعمل عملية في ظهر تجيز شقرات وما بتحذكش خالص يعني انا ما بنزلش من الشجتي ولا بقى اروح هنا ولا هنا فطرة طويلة مش عارف انزل خالص من طرف اضبط اكل انت من قبل العملية وانت مية وسبعة برضو يا فاندي ولا خسيتي انت من قبل العملية وانت مية وسبعة لا انا قلت يا قبل العملية تمانية تلاتة وتمانين بعد العملية بجلت الوقت سنتين اما قعدت في الشجة وما انت بانتي باجت مية وسبعة طيب وحريك فاني مربية ديك صح هجب على ساتك حاليا تاني حضرتك غلطة غلطة جديرة جدا غلطة ممكن تكلفك الجراحة اللي عملتيها رباني ابيض عنك وردك لما يزيد انت بتضمري العمر الافتراضي للعملية وبتأذي نفسك وبدخل نفسك في سكة جراحات تانية بالنسبة للوزن انت محتاجة تنزلي تروح للدكتور النصيحة اونلاين مش هتفيدك ليه حالك محتاجة تعملي تحليل فيتاميندال محتاجة تعملي كالسيوم محتاجة تعملي سورة دم كاملة عشان نشوف الانيميا محتاجين شوية تحليل ايه لازمتهم يعامل شوية تحليل دول من انت طول الفترة التعادية في البيت دي اكيد فيتاميندال واقع بس احنا مش عارفينه واقع لأي درجة فتلازم نتخذ فيتاميندال ضروري كده كده بس اعوذين التحليل عشان نعرف يا ترى هو وصل لحد كام برضو الكالسيوم مع الفترة الطويلة دي كلها ومع نقص فيتاميندال اللي بالتبعية حصل لك بالعدم التعرض للشمس وكونك قاعدة في البيت نقص الكالسيوم يخليك تحرق قليل بالاضافة اللي هيديكي واكيد عندك واجع في عظمك كله لازم نعمل تحليل انيميا يا ترى احنا هنعرف نجابه الدايت ولا لا بمعنى ممكن نبدأ نعمل الدايت لكن جسمك انيميك او بريانيميك او هو خلاص داخل على انيميا او عنده انيميا بنسبع وباخرى واغلب سيدة مصر مع الاسف عندهم انيميا بنسبع او اخرى باش هتستحملي بروجرام الدايت لكن انت غصب ان عنك يا فندم لازم ترجع تخصي مرة تانية ده المصلحتك فاني استاذي ياسمين السلام عليكم بعد اذن حضرتك يا دكتور انا طولي 165 ووزني 57 بزيت بصعوبة جندا جدا وانزل بسهولة بسريعة جدا تمام يا فنم طالب يا فنم هو طالما الغدة عندك كويسة وبتعملي تحاليل البرازك طالعة كويسة ومعندكش انيميا ما تزوجيش دماغك طالما الغدة عندك كويسة والتحاليل بتاعتك البراز والانيميا طالعين كويسين ما تزوجيش دماغك يعني ما تهتمش بالموضوع هو انت في النطاق الطبيعي طبعا لو زدت شوية وصلت 62 و60 تبقى كويسة لكن حاضرت صدقيني في النطاق الطبيعي تمام؟ طيب اقولكم بقى على بروجرام الدايت المصمم للناس الناس اللي عندها معدل السمنة مرتفع والناس اللي حاسة ان اكرتها كتيرة وحجم معدها كبير طبعا ها بنتكلم فيه اساسيات لا بد منها حريقة عشان خاطر معدل السمنة عندك عالي هتبقى حركتك تقيلة شوية ومن المشي في المكان اذا خذت العساكر خمس داية كل ساعة في البيت هتبقى ممتازة انك تحاول تبشي نصف ساعة بس حتى لو تثنت ولو مش قادر عن نصف ساعة عملت ربع ساعة هتبقى حاجة كويسة شرب المياه حتى في الشتاء حاجة ضرورية الفطر بتاعنا يريد تكون قبل الساعة 12 دور هتبقى كباية زبادي في قلبها معلقتين شية كبار ومعلقتين شفان معاهم نصف كوب لبن خالي الدسم ومعاهم نصف معلقة سبرلينة او معلقة سبرلينة صغيرة معلقة سبرلينة زي معلقة الشاي معاهم كباية زبادي خالي الدسم معاها نصف كوب لبن خالي الدسم معاهم معلقتين بوزلو الشية كبار ومع لقتين شوفان كبار هتضربوا في الخلاط وتشربوا مباشرة طيب ليه هنعمل كده عشان يملى يعمل بلق في المعدة وطبعا طعمه هيبقى رائع بتحب الحاجة يا سيدي مسكرة شوية حط كسين سكر دايت مفيش منه مشكلة خالص الغداء بتاعنا طبعا يريد تكون على الساعة 4 أو قبل كوبتين مياه كبار طبق صلطة كبير لازم مع لقتين بزر الشيئة كبار يتضربوا في الكبه وتحطوا على طبق الصلطة وان شاء الله المرة جاية هقول لكم تجيبوا بزر الشيئة الكويسة منين بإذن الله هناخد شربة كرومب أو شربة خرشوف شربة كرومب أو شربة خرشوف لازم في طريق تحضرهم هيبقى معاهم معلقتين شوفان الكراف دا معاها بروتين لحمة أو فراخ بأي كمية مفيش بروتين قد نشربة كرومب أو شربة خرشوف معاها الشوفان هيبقى فوق الممتاز بين الغداء والعشاء هناخد يتين تفح أخضر أو ثلاثة كيوي أو واحد رمان العشاء بتاعنا هيبقى الربجي فروت الربجي فروت اللي هو عصير الفواكه طيب لو في حاجة مستعصية على حضراتكم اللي امتابعنا صفحتي على الفيسبوك دكتور محمد رحيم دي المحمد رحيم اللي يعاوز يستفتر عن شيء تحضير شربة الشوفان أو شربة الخرشوف أو الربجي فروت يبعت لنا وهنرد علي بإذن الله كنت سعيد جدا جدا بجوة دي بحراركم النهاردة إن شاء الله هنتظركم يوم الاثنين الجاي بإذن الله عشان نتكلم على مضوع تاني يهمكم ويهم صاحبكم كان معاكم محمد رحيم ترجمة نانسي قنقر